السلام عليكم لو انت دكتور بطري او طالب في كلية الطب البطري او حتى محب للحيوانات الاليفة او مربي للدواجن او الارانب او حتى اللرجي انيمل يبقى لازم تشترك في قناة يوميات محمد وامنية لاننا احنا الاتنين دكاتر بيطريين خبرة اكتر من عشرين سنة في معظم مجالات الطب البطري اليومين دول مازلنا مهتمين بطلاب الفرقة الاولى الطب البطري لاننا طبعا نعيشنا نفس معاناتهم والنهاردة هجاوب على سؤال دكتور علي محمد بعد اذنك انا في فرقة اولى طب بطري المنصورة عايزك تشرح لنا انواع وتركيب العظام عشان مش فاهمين حاجة والله دكتور علي عجبني فيك صراحتك يعني بكل شموخ كده وثقة بيقول مش فاهمين حاجة ده شيء طبيعي جدا اول محاضرة تشريح في الاول هتحس ان انت في كبهوس انا ايه اللي جابني هنا انا اخر حاجة فاكرها ان انا كنت رايح درس الكيميا او الفيزياء وزهقان ومتدايق انا مواصحة لاقي نفسي في محاضرة اناتومي صدمة طبعاة types of bones يعني أنواع العظمة أول نوع هو long bones يعني عظم طويل زي العظمة الطويلة دي كاتب consistence of diaphysis يعني بتتكون من جسم العظمة أو صاق العظمة وepiphysis يعني راس العظمة شفتوا بقى أن أنتوا عايشين في وهم كبير أول سطر معقدكم consistence of diaphysis and epiphysis العظمة الطويل متكون من جسم العظمة وراس العظمة ونيجي عند السطر اللي بعده بيقول zirlens exited zirbret يعني طولها أكبر من عرضه zircures in lambes zatis to say yomras زي الموجودة في الأطراف وe dot g قلنا قبل كده يعني على سبيل المثال كلمة لاتينية أول حرفين فيها e و g فبنقتصرها نقول zatis to say يعني على سبيل المثال على سبيل المثال عظمة الهيومرس وعظمة الهيومرس خدناها يعني عظمة العضو ده وبيندرك تحت اللونج بونز دي فاصلتين صغيرين أول واحدة هي ريديوز دي بون عظمة مختزلة أو عظمة مصغرة نوع من أنواع العظم الطويل لكن ما اكتملش لونج بونز نوت كومبيلت زير دي فوليب عظمة طويلة نموها لم يكتمل زي عظم العظم الموجود في مشت القدم أو زي عظمة القلنة اللي هي عظمة الزند تاني يبقى ريديوز دي بون هي عظمة طويلة لكن ما اكتملتش تاني نوع من اللونج بونز هو الالونجيتد بونز عظمة طويلة لكن ما فيهاش الميدالري كافيتين ما فيهاش تجويف بيحتوي على نخائع زي عظم الريبس عظمة ضلوعة وعظمة الاسترنم عظمة القفص الصدري تاني نوع هو الشورت بونز بيقولنا هاز نيرلي اكواللينت بريت اند سيكنيس عظمة ابعادها متشابهة طولها زي عرضها زي سمكة وظيفتها ديفيوز كونكاشر بتوزع الصدمة وانت ماشي كده ما تحسش بخبطة عظمك وتقلى عظمك على الارض والسبب ده هو الشكل وهيئة الشورت بونز عمل زي السوسة بتمتص الصدمات هو عظم القدم بيلعب الدور ده بيمتص الصدمات كمان بيوزع الوزن على الجسم كله ما يبقاش الوزن محمل على منطقة واحدة فيحصل فيها مشاكل كتير وامثلة الشورت بونز زي الكاربل والميتا تارسل بونز عظم الرزغ وعظم الكعدة تالت حاجة عندنا هي الاريجولار بونز هو عظم غير منتظم عظم ملوش شكل محدد مش عارفين نقول ده مربعة ولا مستطيلة ولا مدورة بون وز اريجولار شيب يعني شكلها غير منتظمة نيومي راس بروسيس ان ديفرانت ديريكشنز طالع لها نتوءات كتير في اتجاهات مختلفة ميلي ان بيرد يعني بشكل أساسي مش زوجية بتكون فردية مش في أزواج وز ميديان بوزيشن وعرفنا ميديان يعني قريبة من العمود الفقري او داخلية او بص الجوه اسفيرتيبري زي عظم الفقرات هو مرقم غلط على فكرة يعني فلاد بونز المفروض بأربعة هو كتبها هنا خمسة يعني عظم مسطح فلاد بون بلاد يعني مفروضة زي البتزة كده شريحة من العظم مفروضة بيقول ان العظم الفلات ده بيكون عبارة عن اتنين شريحتين او صفحتين بينهم كمية صغيرة من العظم السفنجي بيعملوا كده شكل سندويتش البورجر عيش من فوق وعيش من تحت وفي النص شريحة البورجر والشكل ده بيسموه ديبلي آزيس كابولة زي عظمة اللوح والكرينيال بون عظم الحود واللي بعد كده سيسمويد بونز عظم اسمه سيسمويد هو شورت بونز عظم قصير ريسام بيل سيسمسيد يعني بيشبه حبوب السمسم موجود مرتبط بالسطح الخارجي للمفاصل او لاوطار المفاصل زي عظمة البتلة اللي هي صابونة الرجل او عظمة الرطفة عظم السيسمويد العلوي والسفلي آخر نوع للعظم هو نيوماتيك بون خد بالك كويس من الحتة دي البي هنا سايلنت يعني نقول نيوماتيك بون علشان الشفوي هيحاول يسألك ويجرك مخصوش عشان تقوم انت تقول بنيوماتيك بون ساعتها تلاقي السفر الجميل المدور كده وعد الشر لانه كده طبعا عارف ان انت مبتحضرش محاضرات يبقى نأكد ان اسمها نيوماتيك بون ترجمتها الحرفية عظم هوائي كونتين ايريز بيس بيحتوي على فراغات هوائية وزين كومباكت سبستانس داخل الاجزاء الصلبة دي كوميونيكيت اندايريكتلي وز اكستيريور يعني بتتصل بصورة غير مباشرة مع الجزء الخارجي اسفروسترال زي جيوب الانفية اند مكزيلة ريبونز زي عظم الفك العلوي اند بونز اوف لاينج بيرت وزي عظام الطيور ودي كانت الطيب سوف بون دكتور علي محمد كان طالب انواع وتركيب العظام لكن عشان الفيديو ما يطولش اكتر من كده هكتفي بطيب سوف بون واللي خلاص الصورة وضحت له يكتبلي فهمنا واللي محتاج اعمله فيديو تاني على ستراكشور اوف بونز يكتبلي برضو في التعليقات واللي عجب الفيديو ياريت ما ينساش يعمل لايك ويحط رابط الفيديو على جروب الدفعة عشان الكل يستفيد ولو قدامكو اي جزئية مش فهمينها في اي مادة اكتبولي في التعليقات ونعمل لكم فيديو مخصوص وده لأي فرقة لكن خلونا دلوقتي اليومين دول مهتمين بالفرقة الاولى اتمنى لكم كل النجاح والتوفيق ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته